بقيت مصيبة سودة أخذ بالك يعني هي دي اللي لازم نأخذ بالنا منها يعني هي هتأخذ إيه من التناني؟ هو أنت هتفضل أسيره من غرضه وبكرة وبعده هو بقى إدمان بقى إدمان فيه ناس بتنزل أخبار كاذبة وأخبار غير حقيقية عن نفسهم ومعلومات غير حقيقية بقى ما حدش عارف خلي بالك أستاذ محمد إحنا بنعمل قيمة لناس بلا قيمة طبعا والله بجدد يعني مثلا حتى على المستوى النشر أنت مثلا بتتبع شخصية ما الشخصية دي لا ترق أنها حتى تتكلم عنها أو تبروزها أو تخليها محور حديثة كل يوم هو ده المشكلة الأساسية ما هو بيحس بقيمته بسبب إيه الأعداد اللي بتقش عليه هي بعض الموقع بتعمل ده عشان تعمل ترافيك آه آه في ناس بتدفع فلوس يا عشان عشان تعمل ترافيك في ناس بتدفع فلوس عشان تعمل ترافيك طبعا في ناس بيبيعوا لبعض الأصوات الأصوات والأعداد وعدد المشتري بيبيعوها الفلوس آه وصلت لراجعة بيدفع لا ما ها أنت بتعمل لا دي بتحصل بشكل رسمي أنتك بتعمل بروموشن للأكاونت بتاعك ليه بتعمل نشر لي على أوسع نطاق عشان يجي لك متابعين ايه متابعين ليه يعني دي بترجع للشخص بالنسبة للأشخاص العادية أنت ليه بتدفع فلوس عشان تجيب عدد متابعين كبير عايز يعيش في دور أيها عايز يعيش في القوقعة دي اللي هو هي عايش فيها ليه ونار عايش أن الناس كلها بتحبوا عايش في تعليقات وبعدين خد بالك ده كان فيه بحث طالع في أوروبا أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تجيب اكتئاب للناس عندها مشكلتين وسائل التواصل الاجتماعي مرضين الاكتئاب والوحدة والإدمان تلت حاجات الاكتئاب والوحدة والإدمان فدول مشاكل نفسية كبيرة قوي والناس عايشة فيها كده يعني دلوقتي لما تيجي مثلا أن أنت قاعد في وسائل التواصل الاجتماعي يجي حد يوعد يتكلم معك شوية ما تستعملش تتكلم مع حد عايز تخلص منه عشان ترجع على وسائل التواصل الاجتماعي دي حقيق يعني عايز تخرج من العالم الحقيقي عشان تخش من العالم الافتراضي عايز تسيب اللي حواليك اللي هم أهلك وناسك يعني لو حد بيكلمك فيس توفيس ما بيكونش عندك بال أو خلق أن أنت تسمعه ما أنا بقولك رغم أن أنت قاعد على السوشال ميديا 24 ساعة أيوة بالضب بقولك اللي فرق بقى عشان أنت تعودت بقى إدمان بقى لك زي لكم بيشعر في سجارة مش قادر يستحمل بيصحى الصبح مش قادر يستحمل ده ده مش قادر يستحمل يعود يتكلم عشر أو ربع ساعة مع أهله عايز يرحى التليفون واوة إلى أخه أو يتعصق وده بقى ما نسبة الطلاقة ارتفعت لها شاب مش طيقك ولا مش طيقاك يا مصدي آه عندي علم تاني حتى الأطفال دلوقتي ما تقدرشوا تشيل الموبايل من أديك مثلا بس يعني الأطفال هيعملوا كده ليه لأن اللاقين الأب والأم مسكين الموبايلات ومشغولين عنه والله العظيم يا شيء أنا مش ببالغ لما احنا كلنا عايشين في ده آه يعني كنا بنتكلم مع ناس في الاستطلاعات وكده مش طيقين بعض وهم عارفين كده وبيحبوا بعض وبيلأخوا لك مش طيقين بعض أنا بالنسبة لي بلاء نفسي في وسائل التواصل والاجتماع بيقولوا كده